اشتركوا في القناة وقت 9 غدا بإذن الله وحنتكلم بشكل أوفض مع ضيوفنا الكبار كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن سامير كامون ولكن في البداية حابة أتكلم مع حضراتكم في بعض وسائل الإعلام في الفترة اللي فاتت دايما بتحاول تبرز أن النادي الأهلي في أزمان يعني تلاقي أزمة في قضية قضية مثلا قناة النادي الأهلي أزمة في كذا أزمة في النادي الأهلي داخل النادي الأهلي من الناحية الفنية تلاقي دايما يعني جرائد معينة دائمة الانتقاد لكابتن حسام البدري ودائما الانتقاد النادي الأهلي يبدو أن ما فيش فرقة في مصر عندها مشاكل غير النادي الأهلي كل نادي في العالم عنده لعيبة وعنده تشكيلة معينة في الآخر 11 بس اللي بيبقوا موجودين في الملعب والقايمة بتبقى قايمة المباراة و18 لا فعلى مستوى العالم كله وبالذات الفرق اللي عندها بتلعب أو عندها مخزون استراتيجي من اللعيبة وبتلعب على البطولات بيبقى فيه لعيبة لا تشارك بصفة أساسية أبرزهم اللي وجبنا مثلا فرقة زي ريال مادريد فرقة زي برسلونا فرقة زي مانشس رونايتد وشيلسي ومانشسر سيتي هتلاقي على دكة البودلاء نجون كبار وأسهارهم غالية وممكن وجهة نظر المدير الفني سواء بقى في أي فرقة من الفرق أنه هو 11 معينين بيطبقوا له الفكر بتاعهم اللي بيكونوا موجودين في المعام ده مش معناه أن الصفقات دي فشلة أو ده مش معناه أن النادي في مشاكل ولكن هذا هو حال وطبيقة كرة القدم في أي مكان في العالم ولكن لما تيجي تلاقي بعض وسائل الإعلام والمشاككين منهم اللي بيستفادوا للنادي الأهلي داخل على انتخابات فدي فترة أنه بيقول فيها بيصدر أزمات وخلاص بعيدا تماما عن أي شيء من الواقعي أنه ده من الانتقاد لمدرب حاصل على بطول الدوري وكاس ده رقم واحد رقم اثنين مدرب فاز على كل منافسي في الموسم الماضي زمالك رايح جاي مصري رايح جاي اسماعيلي رايح جاي المقصة نادي الأهلي واخد منه أربع نقاط أمبي سموحة كل هؤلاء نادي الأهلي فاز عليهم ولكن يبدو أن حتى بهذه النتائج كاته حسال بدري ووصوله لنهائي دورة أبطال أفريقيا مش لائمة يعني فيه بعض شايفين نصوله ما بيتحكش كاته حسال بدري ما بيتحكش مش مدرب على أعلى مستوى لا 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 ده عنده أزمة ده الناس في النادي الأهلي لقب كلها وتسمع بقى أن بقى عن الراحلين ويناير مين هيمشي ومش عارف مين وكل ده بعيد تماما عن الواقع اللي بيحصل فعلا داخل النادي الأهلي النادي الأهلي بيلعب على بطول الدوري الممتاز بيلعب على بطول الكأس مصر مركز في كل هذه الجوانب خلاص أفل صفحة دورة أبطال أفريقيا والآن تفتح صفحة الدوري الممتاز بعيدا عن الأزمات وبعيدا عن المشاكل نادي الأهلي بسم الله ما شاء الله عنده قيمة محترمة جدا من النجوم اللي تقدر تدي لكاته حسال بدري حلول في أي وقت على الرغم أنه حقه أنه كان يطالب بانضمام اللعبة الدوليين في المعاد المحدد عشان استعدادته للقاءات الدوري الممتاز نهاردة هرجع له مسابقة الدوري الممتاز لقيمة اليوم في عصر اليوم مباراة الداخلية والأسيوتي ونجع حكا على عبد العالى باختناس ثلاث نقاط مهمة في لقاءات اليوم بعد فوزه على فريق الأسيوتي بدأ في المقابل الشيء هذا في الأول أحمد سمير فرج واحد من أحلى أهداف الدوري ما مشوفناش التزديدات دي بقالنا فترة أحمد سمير فرج من اللعيبة اللي عندهم خبرات كبيرة وأيضا رجله الشمال ما شاء الله عليها قوية وبقالنا كتير ما شوفناش حد قادر على التزديد من بعيد يعني بقالنا فترة كبيرة كبيرة ما شوفناش حد بيشوت من المسافات البعيدة ديت لو هنفتكر بقى أيام بقى كابتن محمود أبو الدهب وسامير كامونا اللي هيكون مشارفنا النهاردة في الستوديو ما حدش بيشوت من هذه المسافات بقالنا فترة محتاجين إحنا نشوف التزديد الصراحة الرجل خدها كورباج فجأة كل الموجودين بمن فيهم حارس الأسيوتي عشان يتقدم أحمد سامير لفريق الداخلية بهدف مقبل الهدف الثاني ضغط لعب خط وسط ارتكاز الأسيوتي بيحاول رأس يأخذ هذيك عشان يحرز الهدف الثاني صراحة الهدف الأولاني كان في دياربع فتح الأمور تماما لفريق الداخلية إنه فرقة الداخلية مع كابتن علي عبدالعال بتعرف تدفع كويس قوي بتعرف تنظم دفعتها ده تاني اللقاءات امبي والاتحاد السكندري ويهاب جلال أمام جون ميشيل المدير الفني الجديد الفرنسي لفريق الاتحاد وأيضا نادي امبي يعود أموره مرة تانية ويفوز ويقتنس ثلاث نقاط أكثر من مهمة بالنسبة لفريق امبي اللي كان صراحة مشواره في بداية الموسم بعيد تماما عن الواقع مع كابتن طريق العشر ولكن جاء الكابتن ايهاب جلال وجاءت بعض العروض القوية ويقتنس ثلاث نقاط مهمة جدا لفريق امبي على فريق الاتحاد بهدفين مقابل لشيء زي ما حضراتكم شفتوا ده كان الهدف الأول والهدف الثاني هيجي لحضراتكم ده أهم مباريات اليوم عشان امبي بعد هذا الفوز هيبقى في المركز الخامس برسيد 13 نقطة وفريق الاتحاد هيبقى في 13 برسيد 7 نقاط ده الهدف الثاني لفريق نادي امبي ده الأول مرة تانية لسه ما حضراتكم الاعادة شغالة وهتكلم على الدخلية بعد هذا الفوز انتقل إلى المركز السابع برسيد 11 نقطة والأسيوتي في المركز الاتناشر برسيد 9 نقاط على فكرة كان المواجهة كانت قريبة جدا ما بين الأسيوتي وما بين الدخلية في النقاط فاللي بيكسب مباراة بتفرق كتير جدا معه في المركز وده الهدف الثاني والعرضية الرائعة وده الرئيسية الأروع من لعب نادي امبي ومهاجمه عشان يبقى الثنائية لفريق نادي امبي صراحة نادي امبي في هذا اللقاء تسايد الموقف تماما كانت نهاية جلالي ابتدى فلسفته تبان على فريق نادي امبي باست كتير وتحرك من الأجناب وأكور عرضية وأضاع العديد من الفرص على الرغم أن الشرط الأولاني كان انتهى بتعادل سلبي ولكن في الشرط الثاني ابتسمت الأهداف لفريق نادي امبي البترولي عشان يصل إلى النقطة 5 ورسيد 13 نقطة زي ما قلت لحضراتكم ويقف فريق الاتحاد في المركز ال13 برسيد 7 عفوا 8 نقاط ده أبرز مباريات اليوم خلينا نقول لحضراتكم برضو آخر أخبار النادي الأهلي أن أحمد حمدي لعب خط وسط الأهلي الصاعد الواعد هيغيب عن المبارات الانتاج للإصابة أيضا علي معلول ورمي ربيع عن نفس الشيء هيغيبه عن لقاء الانتاج بسبب الإصابة وأقول لحضراتكم قايمة الواحدة وعيب اللي ضمها كابتر حسام البدري حمد الشناو أحمد عادل محمد طارق ومحمد هاني سعد سمير وحسين السيد وأيمن أشرف وعمر السلية حسام عشور يشان محمد وجونيور أجري وليد سلمان وأحمد حمودي ووليد أزار ومؤمن زكريا عبدالله السعيد أحمد متعب وأحمد ريان وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وميدو جابر فيه كده عدم وجود شريف إكرامي واللعب محمد نجيب وأكرم توفيق دول الإصابة محمد نجيب وعندنا رمي ربيع ومعلول بيغيبه بسبب أيضا الإصابة ده كان أبرز ما جاء في إصابات النادي الأهلي اللي هيغيبه نص الشيء بالنسبة لي كريم ندفد هو كمان بيواصل التأهيل هو ومحمد نجيب خلينا نقول النهاردة كمان النادي الأهلي افتتح شكل وديزاين دولابه بطولاته الجديد ودي حاجة صراحة نادي الأهلي بيحسسك أنت بتقرب للأداء أو الشكل الأوروبي في طريقة التنسيق وطريقة أنت تشوف سجل بطولاتك وتبتدي تحس أنت قربت إلى حد ما من الفرق العالمي يعني دائما كنت بتتبهر لما تشوف دولاب بطولات ريال مدريد لما تشوف دولاب بطولات برسولانا دول أبرز الفرق العالمي بطول الكلاسيكو في إسبانيا وتقول لي إحنا ما بنقدرش نوصل لك نفس الموضوع اللي بيوصل لك لما تروح ملعب السانتياجو برنابيو في ريال مدريد تقول لي إحنا إمتى هيكون عندنا استدادات بهذا الشأن ولكن نادي الأهلي ابتدى ياخد خطوات في هذا الشأن يقرب بيعمل لك الموضوع بشكل محترم بشكل إيجابي بشكل متطور شكل أنيق وده عنوان النادي الأهلي دايما النادي الأهلي على مدار 110 سنة بتلاقي الموضوع في شياكة إنك تلاقي النادي الأهلي جواه مختلف عن أي مكان آخر فيه أو أي نادي آخر مع كامل احترام التقدير لكل طبعا على دماغنا ولكن النادي الأهلي مختلف في هذا الشأن في شأنه في إزاي بنصق أموره على مدار التاريخ يعني السيدة أمو كلسوم كانت بتيجي تغني في النادي الأهلي في الحفلات نفس الشيء بالنسبة لعبد الحليم حافظ ودول نجوم الفن والغناء تلاقي في ناحية البطولات وفي ناحية الزكريات النادي الأهلي محتفظ بأشياء كثيرة جدا ويعني سيادة اللوة شيرين شمس طلع بتصريح بأن دولاب بطولات النادي الأهلي هو خطوة جديدة لإنشاء المتحف وطبعا كون عندك متحف بيبرز ذكرياتك عندك 110 سنة بسم الله ما شاء الله فيهم يعني العديد والعديد من الزكريات والبطولات النادي الأهلي ما شاء الله 39 بطولة دوري و36 بطولة كاس ومعاك 20 بطولة إفريقية ده غير البطولات العربية ده غير ده غير وكل بطولة لها زكرة وفيه نجوم كبار فيه هدفين تاريخيين لالنادي الأهلي سواء على المستوى المحلي سواء على المستوى الأفريقي وأيضا على المستوى العربي أنك بشارك فيه بطولات عربية فكل هذه الأمور بتدي للنادي الأهلي أنك تنشئ مدحف يبرز ويكشف كل ذكرياتك فيه أجيال وراء أجيال والتاريخ لا يحزف تاريخ النادي الأهلي ما شاء الله تاريخ محترم تاريخ مشرف تحب أن أنت تسمع كل همسة وكل خطوة وكل حركة وكل ذكرى حصلت مع النادي الأهلي العريق لأن هي أجيال بتسلم أجيال من بداية وفكرة إنشاء النادي الأهلي من طلب عايزين يحربوا الاحتلال وعايزين يقولوا إن احنا موجودين بكرة القدم وتمر بقى السنين والسنين والنادي الأهلي يبتدي يخش بطولة الدوري العام الممتاز في سنة 48 أو البطولة رسمية لبطولة الدوري الممتاز بيفوز بها النادي الأهلي ودي لها ذكرى مع حدش كتير يعرف في بطولة 48 النادي الأهلي كان من نجوم وكان ألبوم صوره كان من أبرز اللعبة كان من المدير الفني كل هذه الأمور ده تاريخ وأرشيف لنادي الأهلي وفيه نجوم وأجيال كتيرة جدا مثله النادي الأهلي عبر تاريخ وأجيال الخمسينات وأجيال الستينات ودخول بقى كابتن صالح سليم الميصر وشيخطاها والنجوم الكبار ثم أجيال السبعينات بقى وجود كابتن حسن حمدي والكابتن خطيب وأيضا كابتن مصطفى عبدو كابتن حلم أحمد أحمد كابتن أحمد حلم كان عندك كابتن صفعة عب حليم عندك نجوم كبار عندك نجوم كبار وتاريخ خش على أجيال التامينات ووجود بقى كابتن طهر أبوزيد والجيل الصاعد بقى حسام إبراهيم وكابتن أسام عرابي وكابتن مجد عبدالغاني كان مع السبعينات والثمينات نجوم كبار جدا كنت تشوف أنا مش عايز أنسى حد يعني أنا بدي لحضراتكم كده أبرز النجوم عبر التاريخ فترة التسعينات والتواهج القرى بمرة تانية وجيل الألفنات بقى وجود أبو تريكا وبركات ومتعب وفلافيو وعبدالوهاب الله يرحمه كل النجوم اللي مسلوا النادي الآلي وفي التسعينات كان معنا كابتن سامير كامونة وكابتن أبوزيد وكابتن عبداليل وكل النجوم الكبار اللي بنستمتع فيهم على شاشتنا في شاشر القناة النادي الآلي النادي الآلي لديه زكريات كتير جدا وتحب أن أنت تسمع وتحب أن أنت تشوف وتحب أن أنت ترى كل شيء يأتي في دولاب بطولات النادي الآلي في متحف النادي الآلي اللي هيبرز كل إنجازات النادي الآلي وزكرياته عبر ألا تاريخ حاجة جميلة جدا لأن من 1907 وحتى 2017 مئة وعشر سنة النادي الآلي ما شاء الله ماشي في سجل ألا بطولات النادي الآلي هو نادي القرن في أفريقيا بدون منازل خلينا نقول برضو هناك خبر للنادي الآلي النهاردة وصلت دفعة للنادي الآلي من الكعف طبعا تعرفين النادي الآلي وصل إلى نهاية دورة أبطال أفريقيا أمام الوداد وبسبب حصوله على المركز الوصيف النادي الآلي دخل خزنته النهاردة 900 ألف دولار يعني بيعدله 17 مليون جنيه مصري وده الجزء الأولاني ويتبقى 350 ألف دولار ده باقي الدفعة التانية اللي هتخش خزينة نادي الآلي ده بسبب حصوله على هذا المركز في دورة أبطال أفريقيا رغم أننا مش قادر نادي الآلي نجي نتكلم على دورة أبطال أفريقيا نتكلم نادي الآلي نتكلم على المركز الأول تماما لأنه ده اللي بيضع النادي الآلي في نادي القرن خلينا نقول أن كابتن هنا بريدة طلع التصريح وطلع يعني تصريح انضمام الدوليين لصفوف النادي الآلي استعدادا للقاء الإنتاج عندنا كلام كتير عندنا كلام مهم جدا لقاء النادي الآلي والإنتاج وأبرز ما جاء في الدورة العامة لكن بعد هذا الفاصل ما ترهوش بعيد لأن النادي الآلي حديد